كلام نبينا علم جليل تنال به المعارف والعلوم حديث من بياض الغيم أنقى وتشرف إذ تماثله الغيوم وتذكرة الحديث تفيض نورا تطار به الكواكب والنجوم فبين صحيح إسناد و متنين ينير الفهم والعقل السليم ينير الفهم والعقل السليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وإياكم مشاهدي ومشاهدات قناة المجد العلمية ما زلنا في هذه الحلقات ومجالس العلمية المباركة كتاب ومثل التذكرة في علوم الحديث للإمام الملقي رحمه الله نجلس فيها إلى فضيلة الشيخ عبد المحسن و العبد الله الزامر المدرس في المسجل الحرام و المسجل النبوي حياكم الله صاحب الفضل الفضيل حياكم الله عبد الله وبرك الله فيكم جميع أخواننا شاء الله سبحانه يبارك لنا في هذا اللقاء منه وكرمه اللهم أمين شيخنا أحسر إليكم كنا في الحلقة الماضية كنت تكلمنا في المعلل و ختمنا نهاية الحلقة في مسألة أن الأحكام لا تأخذوا من الرؤى بعض العامة قد يرى النبي على سنة في المنام فيأخذ يسمع منه حكما شرعيا فلا يعمل بهذه الأحكام الشرعية لإكتمال الشريعة قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام و لعل هذا الباب يعني ظل فيه بعض الطوائف المبتدعة و ذكرت من شيخنا أنه يستأنس بهذه الرؤى يستأنس قد يكون مثلا يستشكل أنا أريد أن تذكرنا بعض مثل هذه المواقف لعل عالم من العلماء يستشكل مثلا في مسألة و أطال فيها النظر ثم رأى رؤيا يستأنسوا بها و يستدلوا بها على أحد القولين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام علينا و حمد و على آله و أصحابه و أتباعه بإحسان إلى يوم الدين و مصد الحقيقة هذه المسألة تحتاج إلى نظر مراجعة فيما يتعلق بالرؤى و أهل العلم تكلموا على هذا و ذكر بعضهم هذا في باب الأصول في باب الأصول و يعني مثل ما تقدم أنه لا يستند إلى الرؤى لأن هذا يفتح باب شر عظيم يفتح باب شر عظيم مثل ما نرى لكن يعني ما ذكرت من استئناس أنا حين ذكرت به هذا ذكر بعضها العلم و حتى بعضهم الحنابلة يعني ذكرها بعضهم أنه يستأنس بها لكن بعضهم حيانا ربما يوسع يعني حتى يعني بعضهم الحنابلة بعضهم الحنابلة يعني ذكر يعني أن بعض الصالحين رأى في الرؤية كيف يأكل البطيخ كيف يأكل البطيخ و أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول هكذا تأكل من شقها الأيمن ثم تمشي إلى الأيسر ثم تمشي ف يعني هذا الشيء مثل هذا لا يؤخذ يعني و أهل العلم أهل العلمة الله عليهم يقولون يقولون حتى يعني مما يستحضر هنا في مسألة الأسانيد أئمة الحديث أخطو الله عليهم يقولون إذا جاءك في الإسناد رواه فلان زاهد فأغسل إيديك منه يعني في الحديث نعم يبين هم حين هو ليس المعنى أنه يذمون هذا لا هم مدح له لكن لم يجدوا وصفا له وهو يروي الحديث إلا الزوت فلم يكن حافظا ولم يكن ضابطا ولم يكن من أهل الرواية لأن صفة الرواة الحديث مع الصفة التي هي الصفة يعني العدالة والضبط العدالة هذه لا مد منها في رواة الحديث وفي غيره لكن الشأن في الشرط الأقوى والشرط المقصود في هذا الباب وهو الضبط لهذا مدار العلل مدار الاضطراب ما أشبه كله على باب الضبط فحين يأتي مثلا ويقول فلان كذا ولا يذكره إلا بهذا فدل على أنه ليس من أهل الرواية بل مالك رحمه الله مما ذكر عنه يقول لم أرى في الصالحين أكذب منه ليس المقصد أنهم أن الكذب يسرع أن الكذب يجري على سنتهم أنهم لا يفتقنون الأخبار أنهم انصره إلى العبادة ولهذا يغترون ببعض الأخبار يغترون ببعض الحكايات التي في الحقيقة يعني يدخلونها يظنون أنها من الحديث وهم من أهل الزهد من أهل العبادة لكن ليسوا من أهل العلم يعني أوتوا من جهلهم لا من قلة ديانتهم لا هو عدل من أهل الصلاح الورع لكن ليس الحديث هو بضاعته هو مزجل بضاعة بل ليس معه شيء يعني ثابت من موسى الزاهد ثابت من موسى الزاهد قالوا الزاهد الزاهد مر في مجلس شريك بن عبد الله النخعي وهو يقول حدثنا الأعمش عن أبي طلحة عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ثم على انتهى قوله صلى الله عليه وسلم دخل ثابت من موسى فلما رأى الشريك وكان رجلا صالحا وكان يسمع تلاوة الإسناد من شريك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأاه فرحا به ورأاه فقال لما رأاه وكان رجلا صالحا من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهر فذهب المجلس شريك يقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي طالحة عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهر فرواه وأخرجها الحريث الماجه هذه في سننة أهل العلم بيّنوا مثل ما قال العراقي رحمه الله فقيّض الله لها نقادها فبيّنوا بنقدهم فسادها الله هذا يعني هذا النقد بيّنوا البطلان أما ذاك في حينما ذكر العلل ها وأنه الجهبذ عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاو أثرت تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها يهتدي الجهبذ قد يكون من يحكم عليه بأنه مرسل أنه متصل لكن هنا يبين فسادها بين أنها أخبار فاسد باطلة فأهل العلم قالوا إن ثابت موسى ليس من شأنه الحديث والحديث سرقه منه بعض الكذابين سمونه السريقة فلا يدرى هل سرقه مثلا منه لأنه جاهل إنه جاهل وظنه حديث وجاهل الحال فرووه وانتشر فلا يدرى أيهم السارق الأول أيهم السارق الثاني سمونه السريقة وحكموا على السرقة بأنها نوع من وضع الحديث سريقة الحديث وهو أخذ إسناد وإلصاقه بمتن ويكون هذا المتن باطل بل قد يكون إلصاقه إسناد بمتن صحيح متن صحيح لكن إسناد باطل مثلا لطلب شيء مثلا إغراب ونحو ذلك كما يقولون فالرؤى أحيانا قد يستأنس بها مثلا استئناسا تقع أحيانا يتقع أحيانا في بعض الأمور والمسائل ليس معتمادا عليها لكن إنسان متجه إلى شيء ونحو ذلك ثم يرى رؤيا مثلا أنه يعني يأخذ بكذا ويأخذ بكذا من الشيء الذي ليس فيه هناك نص ليس فيه إنما هو أمره مثل ما يقع للإنساء حين يستخير استخيروا ربه سبحانه وتعالى فيقع في نفسه مع الاستخار وذلك ميل إلى هذا الشيء ميل إلى هذا الشيء فيعمل به أما في الأصل فالرؤى لا يعمل بها على هذا الوجه كما تقدم لأن الأمر قد تم و الحمد والمحمد والدين قد كمل وأحيانا يقع فيه مثلا بعض المأكلات و بعض الأطعمة التي تشتبه على الإنسان قد يستأنس أحيانا بشيء من هذا لكن هذا باب يرجع إلى الحال ومعرفة هذا الشيء والمشألة الناجلة مثل هذا شيخنا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أرى أن رؤاكم قد تواطأت في مسألة ليلة القدر نعم يكون من باب الاستئناس هذه التواطئ الرؤى تواطئ الرؤى على شيء مثلا تواطئ الرؤى هذا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام تواطأت النبي يقول عليه الصلاة والسلام الرؤية جزء من ستة و أربعين جزءا من نبوة لكن ليس يبقى بالتشريع ليس يبقى بالأحكام لكن عن أمور مشروعة أمور مشروعة أمور واقعة مثلا وما أشبه ذلك فهذا قد يرى إنسان مثلا يعني كثير من من وقع له مثلا بعض الأذى ممن عمله السحر نحو ذلك رأى رؤيا برؤيا هذه دل بفضل الله ومنته على موضع السحر فستخرج يكفى الله الشر وهذا يكون باللجأ إلى الله والصدق سؤاله دعوة سبحانه وتعالى أم يجيب مضر إذا دعاه ويكشف السوق فالرؤى هي من هذا الجنس ثم مثل ما قال إذا اقترب الزمال لم تكد رؤيا المؤمن تكذب والرؤيا لها أحكام كثيرة لكن أحيانا تكون كالكشف عن شيء نحو ذلك هذه تقع تقع واللسان يرى أشياء و كما قلت عيشه يعني لم يكن يرى رؤيا إلا كانت كفلق الصبح عليه الصلاة والسلام وهي يعني رؤيها وحي يعني كالوحي عليه الصلاة والوحي نعم شيخنا ولو أسهبنا في هذه المسألة لكن سؤال أختم به في مسألة الرؤى من قال أن مثلا الأذان أخذ من رؤيا رأى أحد الصحابة هل يكون كلامه حجة في أن أو أن النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام حين قال خير النبي عليه قال ذلك عليه الصلاة والسلام عبد الله بن زيد بن عاصم هذا عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عبد عبد العاصم هذا صاحب حديث الوضو عمر رضي الله عنه قال جاء يجر رداءه فقال قد رأيت مثل ما رأي رسوله فقال الحمد لله ألقه على بلال فإنه أندى صوتا منك فحكم لذلك أخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم من قول النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما اختلفوا لما هل يعني بوق مثلا أو نحو ذلك مثل بوق اليهود أو ناقص ناقص النصارى وكذا الحديث فقال مع أنه في أول أمر قال أفلا تنادون بها ينادون بها في الطرقات ثم بعد ذلك لما جاءت الرؤية استغرت على هذه الرؤية التي رأاها وأنها حق ونبي عليه الصلاة والسلام قال هلقه على بلال وكذلك رأاها عمر رضي الله عنه فذبت بذلك الأذان نعم طيب في باب العلل شيخنا علم العلل ذكرتم أن الجهابي دهاقنات وحذاق لأئمة الكبار رحمهم الله تعالى مثل عبد الرحمة المهدي وحب المعين وعليم المديني وشيخ الإسلام وبررجب في زماننا لو أن طالب علم أطال النظر في دواوين السنة وعلم الحديث هل ممكن يصل إلى مرتبة في مسألة علم العلل لا الله أعلم هذا يعني ما عندي علم في هذا لكن أنا أقول إن كان المراد يعني عندنا علم العلل أو علاء الأخبار على قشمين أن يتفق لا إما الكبار على علة خبر هذا لا يمكن أن يأتي متأخر فيخالفهم أبدا لأنها مثل إجماع العلماء يعني لو أجمع النحات على شيء على شيء وجاء واحد يقولون أنهم تبحروا العربي يقولون لا أنا قولي كذا وكذا وهذا قولهم خالف الإجماع هذا قولهم باطل قولوا باطل وكذلك بالمصطلح يتفقوا على شيء مثل عن الصلاح فعند ذلك بابلس فلا يخالف ولا يجب خلافهم إذا حكى الفقهاء الإجماع الأصوليون لإجماع في مسأله كان إجماع محقق فيأتي إنسان يقول لا الصواب كذا فيبدل إجماعهم حتى لا شك خرق لهذا الباب كذلك فبابعي الأعظم لأنه أيضا هو في الحقيقة زاد على ذلك أنه فيه كما غموض وخفاء فإذا أجمعوا عليه لا يجوز خلافهم أما إذا اختلفوا في هذه الحالة لا بأس أن يكون طالب علم و تمكن المدرك لهذا الباب أن يرجح مثلا لأنه مثلا حين يختلف مثلا علماء الحديث على قولين وهذه فيها حديث كثيرة فيعلوا فلان و يقويف فلان يأتي مثلا حتى من علم وتقدمين من الحفاظ الذين بعدهم منهم من يوافق فلان العالم في علالة أو منهم من يوافق فلان فلا يمتنع أن يكون كذلك متأخرين وهذا واقع في كثير من كرامها العلم في هذا الجمال ممن يتكلم في هذا الباب أو يتكلم على الأحاديث و كذلك من له عناية في تخريج الكتب و الكتب محققه ممن مارس هذا الفن كثير من يسوق كلام العلماء و بيّن هذا يسناد صحي هذا يسناد ضعيف و قد يخالفه غيره نعم أحسن الله إليكم و شكرا فأنا ربي عمكم قال رحمه الله والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية نعم والمضطرب مثل ما قال رحمه الله وهو ما يروى على أوجه يكون روي على أوجه يعني أكثر من وجهين فأكثر من طريقين فأكثر مثلا أو على أوجه أحسن يعني مثل راوي اختلف في اسمه على اختلف في اسمه على مسمين قيل كذا و قيل كذا مختلفة مختلفة متساوية هذا شرطه متساوي عند ذلك يقع الاضطراب والاضطراب هو الاختلال و عدم الثبات و عدم الاستقرار فالمؤهن الحديث عندهم دقة و عناية في الاختيار شوف هذا وهذا أطلقها بعض المهم مثل التلميذي رح يطلق هذا هذا التعليل والاضطراب موجب بضعف الحديث لأنه مشعر بعدم ضبط الراوي فلابد أن يكون ورد من وجه و قد يكون اختلاف من الراوي و قد يكون من الراويين و قد يكون من أكثر مضطرب الحديث ما قد ورد شوف كما قالوا مختلف مختلفا من واحد فأزيد في متن أو في سند إن اتضح فيه تساوي الخلف تساوي الخلف أما إن رجح بعض هذه الوجوف لم يكن مضطربا و الحكم الراجح منها وجبا كما يقول العراقي و ثم ذكر مثال كالخط للسترة كثير الخلفي كثير الخلاج يعني كالخط للسترة كثير الخلفي و الاضطراب موجب للضعف يقول ما ورد مختلفا من وجه يعني من واحد فأزيد من رأو واحد فأزيد فأكثر من رأو في متن هذا يقع في المتن و المتن الاضطراب فيه قليل الاضطراب فيه أو مثال المتن قليل وبعضهم يذكر المتن يختلف فيها بعضهم يجعله مثلا من باب المضطرب وبعضهم يجعلهم باب آخر لكن من أشهر ما ذكر في هذا حديث حديث إن في المال حديث فاطمة قيس عند التلمذي من رواية عامر من رواية أبي حمزة ميمون الأعور و صحابيته فاطمة قيس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة قال كما يروا إن في المال حقا سوى الزكاة عند التلمذي ابن ماجهة رواه ليس في المال حقا سوى الزكاة هذا يثبت هذا ينفي هذا يثبت وهذا ينفي هل تستطيع أن تجعله في المضطرب تستطيع أن تجعله في المختلف شفت أحيانا ممكن يجعل هذا في المضطرب إن أمكن الجمع يكون في المختلف إن لم يمكن الجمع في المضطرب ولا مشحة لأنه يحيانا هو ممكن الجمع ويمكن بإذن الله انتيسر لنا في المختلف يذكر مثلا لأنه يمكن الجمع فإن في المال حقا سوى الزكاة الماء الزكاة واجبة لكن في المال حقوق أخرى حقوق أخرى تعلق مثلا بالضيف حق الضيف في النائبة حالة نائبة مثلا وحتاجة مسلمون إلى شيء من ذلك إطعام الجائع النفق على العيال ممكن النفق على العيال والزوجة هذا كذلك هذا كذلك لكن هذا حق دائم لكن هذه حقوق عارضة حقوق عارضة يعني لغيره لمن لا تجيب نفقته لأن الزكاة لغير من تجيب نفقته أما هذه النفقة لا صبع لك هو من حيث العوم تدخل لكن هو مراد إعطاء المال كما تعطي الزكاة لغير من تجيب نفقته عليك كذلك أيضا يدعون أن هذه المسألة فيها تفصيل لكن الكلام فيما يتعلق بهذا الحديث كذلك المال يجيب في حقوق أما قول ليس في المال حق سبقه الزكاة يكون المراد به الحق الدائم الثابت وهو الزكاة الزكاة ما تغير حق دائم راتب راتب أما هذه الحقوق فهي حقوق عارضة حقوق عارضة مثل نقول لا يجيب من الصلوات إلا الصلوات مفروضات لكن من علماء قال تجيب صلاة الكسوف من علماء قال تجيب صلاة العيد صلاة العيد فيقال هذه صلاة بسبب عارض أما الصلاة المستقرة الدائمة الثابتة الراتبة في اليوم والليلة فلا يجيب غيرها خلاف الوتر هذا معروف وكذلك ركعت الفجر هذا الحسن البصري والوتر لي أبي حنيفة لكن الصواب أنه لا يجيب لا هذا ولا هذا كما هو قول الجمهور في الوتر وقول عام متى العلم في ركعتين الفجر فالمراد به يعني الحق الدائم هناك جاوب آخر أن الحديث الآية صح قصرا لأنه مراد أبي حمزة ميمول أعبر كلا الخبرين منه وهذا إما يجعل الأمر يوهن هذا الخبر كيف يروى من طريقه هو ثم أيضا يقول العراقي إن في نسخة صحيحة لابن أجه من رواية الترمذي فلا يمكن يأتي مثل هذه يعني سبحان الله الأخبار تروى تكون يكون فيها كلام قدح يتبين ويظهر ظهورا تاما واضحا ما هو الصحيح وما هو خلافه هذا من حفظ هذه السنة يبقى لها الجهاب ينخلونها نخلا كما يقول عبدالله مبارك والإسناد من الدين وبيننا وبين القوم القوائم هل ترقى السطحة بلا سلم ما يمكن يأتي القائمة يحدث ويتكلم يقول أسانيدك ما أحسنها لكن ليس لها أجنحة ما تطيل جاثمة في الأرض لا قيمة لها فأهل العلمة الله عليهم اعتنوا عناية عظيمة أفنوا حياتهم وأوقاتهم في لذتهم في أنسهم في عبادتهم رحمة الله عليهم العبادة العظيمة هذه دخل مرة لبخاري رحمه الله على الوراق أحد وراقيه رحمه الله لأنه عبد الله بن حماد الآمري وله وراق آخر نشيت الآن رقي عليه أين كانوا في الرباط في الرباط يرابطون في سبيل الله وكان البخاري رحمه الله نزل في مكان في نفس الرباط يصلي ونحو ذلك ثم صاعد إلى الوراق وجده في العلية والكتب بين يديه والأسريد يقرأها فوقف البخاري قال هني ألاك بين أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين التابعين وغيرك ممن شغل بغير ذلك فأنت بين أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوه تلميذه بخاري رحمه الله يعني يعني كان رحمه الله يعني حتى إنه يقول ما ضيعت رحوة من حياتي ونحو ذلك وأنه في نومته وقومته كله لجل هذا مرة غفى في نفس المكان هذا فقال أينما قلت أنك لا تكون إلا في رباط وجهات وقد غفت عيناك قال قد عملنا اليوم كثيرا فأردت أن أستريح إن غافصنا العدو كان بنا حراك رحمه الله رحمه الله فهكذا كان ورحمه الله عليهم فالاضطراب كما قالوا هو من هذا الباب معنى وقت في فأنهينا شيخ في اختام هذه الحلقة فإن كان في شيء في نصف دقيقة نقتم به أو نكمل في الحلقة القادمة إن شئت طيب لا أبعد سنعلك أستاذ الله شكرا لكم ورحمه الله الإيمان البخاري وإمة الإسلام أجمعين كنا معكم أيها الأخوة الكرام والأخوات ومشاهدين قراءة مجل العلمية في مجالس علمية من متن التذكرة في علوم الحديث الإيمان الملقن عن فضيلة الشيخ عبد المحسن عبدالله الزامل المدرس بسم الحرام ومسد النبوي نلتقيكم بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة ومجالس علمية قادمة نستدعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذكرة الحديث تفيض نورا تطاع به الكواكب والنجوم فبين صحيح إسناد ومتنين ينير الفهم والعقل السليم